اشتركوا في القناة تتبعث على الصفحة بتاع التعليم التجاري التعليم الفني واليوتيوب وتعليقا على الحلقات وحل التمارين اللي انتو بدأتوا تحلوها معنا وترجعوها وزينا متعودين دايما في بداية الحلقة بتاعتنا احنا بنبدأ على طول بسؤال مراجعة عن الحلقات الصابقة ونبدأ بعد كده في الحلقة الجديدة بتاعتنا احنا في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتناول قيمة المركز المالي ودي كده تعتبر اخر قائمة من القوائم اللي بتم اعدادها في المحاسبة الادارية وبعد كده بنبدأ ندخل على باقي المنهج بالتتابع اللي احنا متعودين عليه طيب احنا مبدأيا خدنا في بداية المحاسبة الادارية تعريف الخصائص اهميتها اهدفها صفات المحاسب الاداري وبعد كده خدنا في الجزء العمل بتاعنا بداية الموازنات التقديرية كلها التخطيطية بتاعتنا واتفقنا ان المحاسبة الادارية هي محاسبة ارقامها تقديرية تنبؤية طيب بعد كده بدأنا ان احنا ناخد الموازنات واستعرضنا موازنة الانتاج موازنة المباعات موازنة المشتريات موازنة المصروفات وتسلسل هذه الموازنات بدأ يديني ان انا اعد منهم قيمة دخل اللي خدناها الحلقة السابقة والنهاردة ان شاء الله هنبدأ نختم بقيمة المركز المالي اللي هي اخر مرحلة من مراحل القوائم المالية بتاعتنا قبل ما نبدأ في قيمة المركز المالي نتعرف عليها ونعرف بنودها ونقود تمرين عملية عليها احب اراجع معاكم قيمة الدخل اللي خدناها الحلقة السابقة طيب مثال معايا هنا طبعا زي ما متعودين ورق او قلم وبنكتف مع بعض لايك الملخص شركة الفاد اللي اعداد قائمة الدخل التقديرية قيمة المبيعات المقدرة 800 ألف جنيه قيمة تكلفة تفاقنا ان قيمة المبيعات المقدرة اللي هي ارادة المبيعات قيمة تكلفة البضاعة المباعة اللي هي المشتريات المقدرة 500 ألف جنيه واحنا اتفاقنا ان تكلفة المبيعات عندي بتيجي ب3 أسماء تكلفة مبيعات تكلفة بضاعة مباعة قيمة المشتريات المقدرة بعد كده اعطاني المصروفات الباعة والإدارية ب200 ألف جنيه واعطاني فوائد بنك دائنة ب150 ألف جنيه وإرادة عقار ب50 ألف جنيه الإرادة العقار والفوائد البنك الدائنة زي ما احنا عارفين هي عبارة عن إرادات بس بخلاف عملية البيع والشراء احنا اتفاقنا من المرة اللي فاتت ان عملية البيع والشراء بتكون بتديني مجمل ربح اللي هو عبارة عن إيه اللي هي إرادة المبيعات وبطرح منه تكاليف المبيعات بيديني مجمل الربح بتاعي لأما يديني مجمل ربح أو مجمل خسارة لأن لو هو اعطاني مجمل ربح يبقى بيحدد أن أنا بجمع عليه كافة الإرادات اللي بتحقق لي من أنشطة غير أنشطة البيع والشراء طيب لو هو عطاني مجمل خسارة يبقى أنا ساعتها بجمع عليه كل المصروفات الإدارية أو الخسائر اللي بتنتج بخلاف عمليات البيع أو الشراء تمام كده طيب احنا النهاردة دي حالة دي حالة ربح هنا هنبدأ نحط إراق المبيعات التقديرية اللي هي 800 ألف جنيه هنطرح منها تكلفة المبيعات المقدرة اللي هي المشتريات ب500 ألف جنيه بنترح اللي اتنين من بعض بيديني ناتج مجمل الربح بتاعي 300 ألف جنيه بدأ نجمع كل الإرادات اللي تخص عمليات غير بخلاف عمليات البيع والشراء اللي هي إرادة العقار المقدر بـ 50 ألف جنيه زايد فوايب بنك دائنا 150 ألف جنيه يبقى ده معايا بـ 200 ألف جنيه الثلاثمية ألف زايد المتين ألف يبقى أنا لحقاق إجمالي ربح مقدر 500 ألف جنيه نبدأ نشيل منهم أو نقلل مصاريف البيعية والإدارية 200 ألف جنيه يبقى صاف الربح التقديري اللي أنا محققاه 300 ألف جنيه طيب صاف الربح ده هل صاف الربح حقيقي؟ لا إحنا اتفقنا أن الأرقام المحاسبة الإدارية هي أرقام تقديرية لكن أرقام تقديرية مبنية على معلومات موثقة أو تنبؤات موثقة عبارة عن زي ما اتفقنا أني أنا بعتمد على أحداث مضية بعتمد على الأحداث الجارية مؤشرات السوق أراء أغلبية المديرين أراء رجال البيع يبقى احنا بتكون كل المعلومات بتاعتي عن طريق بيانات ودراسات موثوقة فبالتالي بتديني أرقام تقديرية قريبة من الواقع اللي ممكن يحصل بالنسبة لي طيب بعدما نخلص صاف الربح ببدأ آخر خطوة معايا هي إعداء قيمة المركز المالي إيه هي قيمة المركز المالي؟ قيمة المركز المالي هي قيمة عادية جداً زيها زي المركز المالي العادية اللي احنا بنعدها بالمحاسبة المالية بس بشكل تأديري طيب بتعتمد قيمة المركز المالي بالأخص على بيانات الموزن الميزانية الصبقة يبقى أنا ما أقدرش إن أنا أعدها بشكل تأديري كامل لا إحنا بنجيب موزنة أو ميزانية السنة الصبقة أو السنوات الصبقة وابدأ أحط عليها بعض البنود وبعض التغييرات إيه الهدف من إعداد قيمة المركز المالي بتاعتي؟ قيمة المركز المالي هي بتوضح لي المركز المالي للمنشأة المتوقع تحقيقه في نهاية الفترة اللي احنا بنتم التخطيط لها طيب مكونات قيمة المركز المالي أو قيمة المركز المالي عندي إحنا اتفقنا إن من بدايات سنة أولى اللي انت درستها معينا إحنا اتفقنا إن المحاسبة هي ترقمية لازم أن تكون عندك الأساس اللي بنبني عليه طيب قيمة المركز المالي جانب أصول جانب خصوم واللي اتنين بيساوي بعض في النهاية إيه هو جانب الأصول؟ الأصول المؤصول به هي ممتلكات المنشأة أو ما تمتلكه المنشأة طيب المنشأة تمتلك نوعين من أنواع الأصول أصول سبتة وأصول متدولة ليسا منها أصول سبتة؟ لأننا بيصعب تحويلها إلى نقود بسهولة لما جلنا يحتاج إليها وهي اللي بتكون هنا المنشأة بتحتاجها في عمليتها طيب زي أصول السبتة زي الأراضي وزي المباني واللي اتنين مع بعض إحنا بنسميهم عقار طيب زي إيه تاني؟ زي الأساس السيارات الآلات المعدات دي كلها أصول السبتة وبيجي نطرح منها بعد كده الإهلاك احنا اتفعنا أن الأصول السبتة كلها بيتم حساب إهلاك لها بخلاف الأراضي لأن الأراضي لا تستهلك دي أساسيات محاسبة مالية اللي تدرسها معانا من سنة أولى وتانية وهكذا في جميع الصفوف الدراسية بتاعتك طيب بنبدأ نطرح المجمع الإهلاك بتاعي من الأصول السبتة ويبدأ يديني في الآخر صافي الأصول السبتة بالنسبة نيجي بعد كده بنتناول الأصول المتدولة أصولك المتدولة وهي اللي أنا سهل جدا أن أحولها لنقود لو بدأت إحتاج نقود بالنسبة طيب زي أصولك المتدولة أصول متدولة تبدأ بالنقدية سواء كانت نقدية بالخزينة أو نقدية بالبنك في عندك مغزون آخر المدة في عندك المجينون اللي هم العملاء اللي هم الزمن بالنسبة اللي هم العملاء بتعوتي اللي هم بياخدوا على الحساب في عندي أوراق الأبط اللي هي بتسمى أوراق تجارية اللي هي الكمبيلات والسندات اللي هي بنتم التعامل بيها وبين التجار في عندك أوراق المالية وأوراقك المالية هي الأسهم والسندات اللي بتستثمرها الشركة في برصة الأوراق المالية ده بالنسبة للضبط كده الأصول المتدولة نيجي بعد كده فيه أرصدة مدينة أخرى متنوعة سواء كانت مصرفات مقدمة أو إرادات مستحقة ده كده جانب الأصول جانب الأصول بيقبله جانب الخصوم طيب إيه هو جانب الخصوم؟ جانب الخصوم بيمثلي حكتين حقوق الملكية والخصوم إيه حقوق الملكية؟ حقوق الملكية هي حقوق صاحب المنشأة على المنشأة وزي ما اتفعنا أو قلنا أن المحاسبة أو الشركة بتاعتنا زاتة شخصية مستقلة يعني زاتة شخصية معلومة مستقلة هي شخص اعتباري لزمة مالية مستقلة عن صاحب الشركة بتاعته طيب يبقى أنا هنا حقوق الملكية هي حقوق صاحب المنشأة لدى المنشأة إيه حقي كصاحب الشركة؟ اللي هي حقي رأس المال اللي هي الربح بتاعي وطبعا بنترح منه المسحوبات في عندك تاني كمالة الخصوم زي الاحتاطيات زي المخصصات زي خصومك المتدولة اللي هي بتكون دائنون اللي هم الموردين اللي هم عندي فلوس زي أوراق الدفع اللي هي بتبقى كمبيلات والسندات بس المراضي متاخدى على الشركة زي عندك بنك سحب على المكشوف زي خصومك السبتة اللي هي القروض طويلة الأجر وقروض السندات ده طبعا الأصول بتساوي جانب الخصومة عندي بتديني معادلة الميزانية أو قيمة المركز المالي بالنسبة طيب احنا كانت ناولنا بنوض قيمة المركز المالي نبدأ ناخد تمرين على قيمة المركز المالي وزي ما متعودين ان انت بتناول معايا ولا 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 وتبدأ تكتب تمرين طيب التمرين بيقول لي هو دائما هيجيب لك ميزانية سبعة لعن زي ما اتفقنا ان قيمة المركز المالي اللي بيكون فيها ميزانية سبعة بيقولي هنا اصول سبتة عطاني 1.500.000 أراضي ومباني 600.000 ألقات ومعدات 200.000 أساس مجموع الاصول السبتة بالنسبة لي 2.300.000 ده مجموع الاصول السبتة بيطرح منها مجمع الايلاك اللي هو 300.000 يديني صافر اصول السبتة 2.000.000 نيجي بعد كده الاصول المتدولة اصولك المتدولة عبارة عن 50.000 نقضية بالخزينة والبنك 150 ألف مغزون آخر المدة 400 ألف مدينون يبقى مجموع أصولك المتدولة 600 ألف جنيه هناك أيضا أرصد مدينة متنوعة بـ 20 ألف يبقى مجموع أو إجمادي جانب الأصول بالنسبة لي الـ 2 مليون بتاع الأصول السابقة الـ 600 ألف بتاع الأصول المتدولة الـ 20 ألف بتاع الأرصد المتنوعة يبقى 2 مليون 620 ألف نيجي بعد كده الجنب التاني اللي هو جانب الخصوم بيتناول أول حاجة رأس المال رأس المال معايا هنا مليون الخصوم بتدولة هو أعطاه لك 750 ألف احتياطيات 250 ألف مخصصات 620 ألف دائنون مجموع الخصوم هنا بـ 1.620 ألف 1.620 ألف زائد مليون رأس مالي بـ 2.620 ألف دي معطيات تمرين يعني ده قيمة المركز المالي السابقة يبدأ بعد كده يبدأ يديك عليها معلومات بقى جردية المعلومات الجردية دي اللي انت بتبدأ تستخدمها عشان خاطر تبدأ تعد قيمة مركز مالي جديدة تنبؤية للسنة الجديدة يبقى أنا بديك دايما حاجتين هديك أول حاجة قيمة مركز مالي قديمة أو لسنوات سبقة بعد كده هبدأ أديك عليها معلومات المعلومات دي اللي انت بتبدأ تستخدمها عشان تبدأ تعد قيمة المركز المالي الجديدة التقديرية تعال نشوف مع بعض المعلومات الجردية اللي أنا أعطيها لك فإذا علمت أن سوف يتم شراء معدات جديدة في 2016 بسعر التأدير 150 ألف كما أنه سوف يتم بيع آلات مستهلكة بسعر مقدر 80 ألف جنيه يبقى أنا هنا بقولك أول معلومة أن أنا هشتري آلات ب150 ألف وفي نفس الوقت أنا هبيع جزء من آلات المستهلكة بـ 80 ألف جنيه يبقى احنا هنا بنعمل عملية إضافة وعملية طرح بأضيف إيه؟ ببدأ أضيف الآلات اللي هي أنا اشتريتها وابدأ أطرح من الآلات اللي أنا بعتها ببدأ أضيف واطرح على مبلغ الآلات اللي معايا الأصلي طيب نيجي بعد كده يقدر قيمة الإهلاك بمبلغ 60 ألف جنيه حتى زي ما اتفقنا أن أنا عندي لازما بنعمل إهلاك للعام الإهلاك ده بيتم جمعه على الإهلاك السنوات السابقة اللي هو مجمع إهلاك السنوات السابقة وبيبدأ ينضاف عشان بعد كده يبدأ أن نطرحه من الأصول استبتة نفسه يبقى أنا هنا مقدر إهلاك العام إهلاك العام يجمع على مجمع إهلاك السنوات السابقة نيجي بعد كده يقدر ربح العام مليون و60 ألف جنيه ده الربح بتاع العام السنة دي من الموازنة التخططية للدخل تقدر ان اداب الخزينة والبنك قالك ان انا عندي الخزينة والبنك مقدرها ان هي هتكون مليون ومئة الف جنيه في سنة 2016 ومن الموازنة التخططية ايضا المشتريات مغزون اخر المدة 500 جنيه وحدة بسعر الوحدة 20 جنيه مدام عطاك كمية وعطاني سعر زي ما ما اتفعنا بالنضرب الكمية في السعر يديني قيمة المغزون اخر المدة عطاني كمان من ضمن الحاجات اللي تتغير اللي هو رصيد الدائنين وهنا بيقولي رصيد الدائنين المقدر لعام 2016 بعد ما سدد الرصيد القديم هو هيكون 840 الف جنيه اللي هو عبارة عن 60% من مشتريات التقديرية الاجلة في الربع الاخير اللي هو مليون وربمائة الف جنيه لو انت عايز تعرف الـ 840 جوم منين الـ 840 هم عبارة عن 60% من المليون وربعمية اللي هو مشترياتي مليون وربعمية تقدر حق رصيد الدائنين منهم 60% لو مساكنة المليون وربعمائة الف ضربت في 60% هيطلع لي رصيد الدائنين جديد بتاعة 840 الف جنيه نيجي بعد كده رصيد المدينين في عام 2016 رصيد المدينين هنا 720 الف بيمسس 60% من المبيعات الاجلة في الربع الاخير من عام 2015 بمليون ومتين الف طيب يبقى انا هنا عندي لو انا مسكت المليون ومتين الف اللي هي مبيعاتي ده رفتها في 60% هيطلع معايا رصيد المدينين الجديد بـ 720 الف جنيه رصيد الارصيد المتنوع سفر عدم المساز بالاحتزاءات والمخصصات هو هنا بدأ يتناول لك كل بنود قيمة المركز الماكل طيب في بنود ما تناولهاش البنود اللي ما تناولهاش مش هنيجي جنبها بتنزل زي ما هي عدم المساز بيئة طيب تعال نشوف احنا دايما متعودين في المحاسبة ان احنا بنعمل تمهيد الحل بتاعنا قبل ما بنبدأ نعمل الحل طيب بناءنا عن المعلومات اللي هو عطهالك انه هو اول حاجة تتغير معايا اللي هو الالات والمعدات وزا ما اتفقنا مع بعض ان الالات والمعدات هنجيب رقم الالات والمعدات في التمرين قيمة المركز المالي القديمة بنجمع عليها اللي انا اشتريته وابدأ اطرح منها الجزء اللي انا باعته تعال نشوف عنا عملناها ازاي ادي الالات والمعدات 600 الف جنيه زايد 150 الف ناقص 80 الف وبتساوي عندك 670 الف دي الالات والمعدات الجديدة بتظهر عندك في قيمة المركز المالي الالات والمعدات ستمائة وسبعين الف جنيه. طيب هل الاراضي والمباني احنا جينا جنبها? لا انا ما جيتش جنب الاراضي والمباني. فانت هتنزلها زي ما هي. لها عندي مليون وخمسمائة الف جنيه. طيب احنا جيت جنب الاساس لأحنا ما جناش جنب الاساس. يبقى بالطبيعي برضو هينزل زي ما هو بالمتين الف جنيه. بعد كده بنبدأ دايما اي كلمة مجموعة تتغير بالنسبة لك. ليه تتغير المجموعة? لان انا لعبت في بعض ارقام التمرين. يعني احنا غيرنا الالات والمعدات. فطبيعيا المجموعة بتاعهم هنا هيتغير. يبقى اي كلمة مجموعة بالنسبة لك تبدأ تغيرها. طيب. يبقى انا هنا ما جيتش جنب الاراضي والمباني فهنزلها بكلمتها مليون وخمسمائة الف. هجم عليها الالات والمعدات الجديدة اللي هي اصبحت كلمتها ستتمائة وسبعين الف. وهجم عليها المتين الف جنيه. الاساس زي ما هو ما جناش جنبيه. يبقى مجموعة الاصول السبتة بالنسبة لك اتنين مليون تلتمائة وسبعين الف جنيه. طيب. نرجع التاني بقى نشوف عملنا ايه في الاهلاك بتاعي. الاهلاك بتاعي احنا خدنا الاهلاك القديم اللي هو تلتمائة الف جنيه اللي هو مجمع. زائد اهلاك العام اللي هو ستين الف جنيه. اعطاني الاهلاك الجديد او مجمع الاهلاك اللي يخص هذه السنة هو تلتمائة وستين الف جنيه. اهلاك بالنسبة لك اهو. نيجي هنا نوصل لقيمة المركز المالي الجديدة يبقى 360 ألف جنيه طبيعة الإهلاك إنه هو بيتطرح من مجموعة الأصول عشان يجيني صافي الأصول يبقى صافي الأصول بالنسبة لي 2 مليون و10 تلاف جنيه تعال هنا نرجع للقايمة الأديمة تاني القايمة الأديمة كانت 2 مليون ليه؟ لأن احنا كان عندنا الأراضي والمباني مغيرنهاش الآلات والمعددات هي اللي اتغيرت مبلغ الإهلاك معايا اتغير يبقى طبيعي المجموعة أو صافي الأصول بالنسبة لي هيبدأ يتغير تعال نبدأ نشوف الجزء الثاني اللي احنا هنبدأ ندخل فيه اللي هو النقدية بالخزينة والبنك هوا أعطاك معلومة قالك إنه بيتم التقديل النقدية بالخزينة والبنك مليون و100 ألف جنيه يبقى احنا هنا النقدية بالخزينة والبنك القديمة هتبدأ تتغير خالص ونبدأ توقعات إنها تبقى مليون و100 ألف جنيه تعال نشوفها حاطناها إزاي ندخلنا على الأصول المتدولة النقدية بالخزينة والبنك تبقى مليون و100 ألف جنيه إزاي احنا متوقعنا بعد كده كمان غيرنا مغزون آخر مدة بناء على المعلومات اللي جامعها هو قالك إنه هيقدر كمية المشتريات ب500 ألف جنيه بسعر الشرع 20 جنيه يبقى 500 في 20 بكام ب10 تلاف جنيه بدأنا نغير بها مغزون آخر المدة نيجي بعد كده البند بعد رصيد المدينون 720 ألف جنيه بناء على توقعاته هو قال إنه بناء على التوقعات إنه هو هيكون المبيعات بمليون و200 ألف منها المدينون 60% يبقى ضربنا المليون و200 ألف في 60% أعطاني 720 ألف وصلنا للمدينون هنا بـ 720 جماعة كل إجمالي الأصول المتدولة وصل الإجمالي عندي مليون 830 ألف تعالوا نشوف كانت فيه الميزانية الأديمة بكام في الميزانية الأديمة كانت بـ 600 ألف جنيه لأن كان النقدية بـ 50 ألف إحنا أصبحنا خليناها مليون و100 ألف كان مخزون آخر المدة بـ 150 ألف إحنا خليناها 10 ألف المدينون عندي أصبح 400 ألف إحنا خليناها 670 720 ألف جنيه يبقى طبيعي مجموعة الأصول المتدولة معاك هتضغير كان في جانب الأصول كمان كان فيه حاجة أسمعه الأرصيدة المتنوعة هو أعطني معلومة قالي أن نصيد الأرصيدة المتنوعة سفر يبقى هنا مش هنحط أرصيدة المتنوعة لأن بالنسبة لي سفر كائن ولا شيء حدث فبالتالي هنا أنا ما عنديش أرصيدة متنوعة في التمرين يبقى هنا أنا بناء على المعلومات اللي أعطها لي بدأ تغير في جانب الأصول السبتة والأصول المتدولة نبدأ بعد كده ندخل على جانب الخصوم يبدأ جانب الخصوم أول معلومة فيه اللي هو رأس المال رأس المال لم يذكر أي شيء يخصه في التمرين مدام ما ذكر ليش أي حاجة عنه يبقى رأس المال بينزل زي ما هو يبقى تاني أنا زي ما قلت اللاجل حل التمرين ده أو سهول التمرين ده سهل جدا أنا بديك قيمة مركز مالي قديمة يبدأ بعد كده أحطولك بعض التنبؤات اللي عليها على بعض الأرقام بتاعت البنود قيمة المركز المالي فبتبدأ تغيرها طيب البنود اللي احنا ما جناش جنبها حضرك بتنزلها زي ما هي بالظبط ما بتجيش جنبها خالص ما بتمسهاش طيب زي رأس المال رأس المال احنا ما جناش جنبه بمليون جنيه الاحتلاطات ومخصصات هو أعطاك معلومة قالك حدم المساز بها يعني ما جناش جنبية يبقى احنا هننزل الاحتلاطات ومخصصات زي ما هي نيجي بعد كده الدائنون هو عطاني معلومة في الدائنون هنا قال لي ان رصيد الدائنون عندي بيمثل من المشتريات بتمثل مليون وربعمائة ألف المبيعات الأجلة فيها 60% مسكنة مليون وربعمائة ألف ضربناه 60% عطاني 840 ألف ده رصيد الدائنون الجديد بالنسبة لي يبقى نبدأ نحط رصيد الدائنين هذه رصيد الدائنين ظاهر معي بـ 840 ألف نيجي بعد كده صاف الربح صاف الربح العام هو عبارة عن الربح اللي أنا متوقعة في هذه السنة طب صاف الربح هو ما أعطكش معلومة أنه قالك صاف الربح بعد خصم الإهلاك لو أنا ما أددكش معلومة صاف الربح بعد خصم الإهلاك يبقى أنت بتبدأ تجيب صاف الربح بعد خصم الإهلاك تجيبه إزاي؟ هجيب صاف الربح المتوقع بنترح منهم إهلاك العام زي المعلومة الجردية اللي أنا أعطيها لك هنا الربح المقدر مليون و60 ألف طرحنا منه 60 ألف الإهلاك العام يبقى الربح المقدر أو صاف الربح بالنسبة لي مليون جنيه نبدأ حطينا هنا لإيه المليون جنيه يبقى جمعنا جانب الخصوم 2 مليون 840 بالإضافة إلى رأس الماء المليون جنيه 3 مليون 840 ألف طيب طول ما المعادلة الميزانية بتاعتك متساوية جانب الأصول بيساوي جانب الخصوم أنت دي إشارة لأن تمرينك كده مظبوط وأنت حلل تمرينك مظبوط يبقى احنا اتفقنا زي ما قلنا من بداية الحلقة أن قايمة المركز المالي هي الهدف منها هي بيان المركز المالي المنشأ بيان أصولها وبيان خصومها أو الالتزامات التي عليها طيب نيجي بعد كده نغد تمرين تاني بشكل أوسع شوية وبنقط مختلفة معايا طبعا بس قبل ما نغد التمرين زي احنا متعودين إن أنا بديك دايما تمرين الحل هو جزء من تمرين اللي أنا على طورك وحلته معاك حضرتك بتبدأ تحله وتبدأ بعد كده تبعتلي على القنوات بتاعتنا زي صفحة الفيس على الفيسبوك صفحة التعليم الفني على الفيسبوك أو قناة اليوتيوب للتعليم الفني ونبدأ بجاوب معاك الإجابات بتاعتك اللي قفت معاك وابدأ أقول لك أنت حلل تمرينك صاحب خدوات صحيحة أولا زي ما متعودين دايما أعزائي الطلبة الطالبات معاك وراء وألم تبدأ تكتب تمرينك تبدأ تحله بعد الحلقة وبعد كده تبدأ تبعته لي هنا أعطاني أصول سبتة الأصول السبتة بتاعتي أراضي ومباني بخمسمائة ألف جنيه أعلاتهم معداء بثلتمائة ألف جنيه الأساس بربعمائة ألف جنيه مجموعة الأصول السبتة بالنسبة لي مليون ومتين ألف جنيه من اطرح منهم مجمع الإهلاك اللي هو ميتين ألف جنيه أعطاني هنا الصافي مليون جنيه نيجي بعد كده الأصول المتدولة أصولك المتدولة تسعين ألف جنيه نأداب الخزينة والبنوك مئة وعشرين ألف جنيه موزون آخر المدة تلتمائة ألف جنيه مدينون يبقى يديني مجموعة الأصول بداعتي خمسمائة وعشرة ألف جنيه بعد كده أعطاني أرصيدة مدينة متنوع باربعين ألف جنيه بقى مجموعة الأصول بالنسبة لك كله مليون خمسمائة وخمسين ألف بعد كده بننتقل إلى راس المال راس المال هنا خمسمائة وخمسين ألف الخصوم متدولة تنمائة ألف مخصصات مية وخمسين ألف الدائنون 50 ألف مجموعهم مليون يبقى مليون زائد 550 يديني مجموع جانب الخصوم وحقوق الملكية مليون 550 ألف بعد كده بنبدأ نديك المعلومات الجردية أو المعلومات التقديرية اللي تبدأ تبني عليها الميزانية الجديدة فإذا علمت أن سوف يتم شراء آلات ومعدات جديدة في 2018 بسعر تقديري 20 ألف جنيه كما أنه سوف يتم بيع آلات مستقلقة بسعر مقدر 5000 جنيه يقدر قيمة الإهلاك بمبلغ 50 ألف جنيه يقدر ربح العام ب700 ألف جنيه من الموازنة التقطيطية للدخل تقدر النقضية بالخزينة والبنك ب2 مليون ومئة ألف جنيه من الموازنة التقطيطية للمشتريات مغزون آخر مدة 100 وحدة بسعر 21 جنيه النقطة الست هو رصيد الدائنين المقدر لعام 2016 بعد سداد الرصيد القديم 960 ألف جنيه قيمة 70% من مشارات التقديري الأجلى في الربع الأخير 1.4 مليون ألف جنيه كما يقدر رصيد المجينين 840 ألف جنيه بيمثل 70% من المبيعات الأجلى المقدرة في الربع الأخير 1.2 مليون ألف جنيه رقم 8 بيقدر رصيد الأرصيد المتنوع 9 عدم المساز بالاحتلاط المخصصات المطلوب منك إعداد قايمة المركز المالي زي ما اتفعنا انت هتبدأ تمسك بنود القايمة المركز المالي القديمة وتبدأ تمشي بند بند مع التغيرات التي حدثت لو فيه بند أنا ما جابهه ليش في التمرين فإذا علمت أنا وقال لي أنه ما تغيرش أو ما جابش سبته خالص إذا ده معناه أن البند ده هينزل زي ما هو لأنه ما تغيرش ما حصلش عليه أي تغيرات طيب نبدأ نقد تأمرين تاني لتأكيد لنفس فكرة قايمة المركز المالي بس المرة دي بقى يعني أنا بدأت أعطيتك شكل ميزانية في حرف T اللي هو الشكل التقليدي للميزانية وإحنا زي ما تعرفين إحنا عندنا القوائم المالية أو بيتم إعدادها بطريقتين بطريقة العرض لأما الطريقة التقليدية أو الطريقة الحديثة الطريقة التقليدية زي ما ده لست معينا من الصف الأول إن الطريقة التقليدية بتأخذ شكل حرف T أصولك قدام خصومك الطريقة الجديدة أو الطريقة الحديثة بتأخذ الشكل القوائم اللي هي بتبقى الأصول وتحديها الخصوم على طول هل في اختلاف ما بين الطريقتين لا أطبعا؟ الاختلاف هي شكل العرض لا أكثر ولا أقل احنا جايبه لك الشكلين عشان ما تبدأش تتلخفين تمام؟ نبدأ ناخد تمرين ومعنا طبعا وراء وقلم ونبدأ نكتب بنود التمرين بتاني المسال رقم اتنين عطاني أصول السبتة أراضي ومباني بالقيمة 300 ألف جنيه بعد كده عطاني الأصول السبتة القابلة للإهلاك ب400 ألف جنيه ناقص مجمع الإهلاك بتاع 90 ألف يبقى صافي الأصول السبتة 3.910.000 يبقى مجموع كل الأصول السبتة بالنسباني 300 ألف أراضي ومباني وصافي الأصول السبتة القابلة للإهلاك 3.910.000 يبقى 4.210.000 طبعا زي ما خدنا في المحاسبة المالية في بدايات المحاسبة المالية ان احنا عندنا أصول قابلة للإهلاك وأصول غير قابلة للإهلاك الأصول الغير قابلة لإهلاك زي الأصول زي الأراضي الأراضي لا تستهلك لأنه ما فيش قيمة أرض أبدا بتنخفض الأراضي كل ما بتعود كل ما بتزيد لكن باقي الأصول بيتم استهلاكها فالمنشأة لازمة تعمل احتياطيات من هذا أن هي على آخر مدة استهلاكها تبدأ تجدد بمعدات جديدة بالنسبة لي طيب نيجي بعد كده الأصول المتدولة الأصول المتدولة نائدية بالخزينة والبنك 60 ألف جنيه بضاعة آخر مدة بمليون 128 ألف و300 العملاء بـ 40 ألف جنيه يبقى مجموع الأصول المتدولة بالنسبة لك 228 ألف و300 زي 4 مليون 210 ألف يجيني 4 مليون 438 ألف و300 ده كده مجموع الأصول السبت هو اللي كان بيجي عندنا في شكل حرف T بعد كده بنبدأ ناخد الخصوم المتدولة ورأس المال رأس المال عندي بـ 3 مليون 600 ألف الاحتياطات المخصصات بـ 200 ألف الأرباح المحتجزة بـ 36 ألف الدائنون وأوراق الدفع بـ 602 ألف و300 مجموع الخصوم هنا 838 ألف و300 زي 3 مليون 600 يبقى المجموع الإجمالي بتاعي 4 مليون 438 ألف و300 مجموع خصومك بيساوي مجموع أصولك فالميزانية بتاعتك مزبوطة يبدأ يديك معلومات عليها اللي أنت تبدأ تغير بها يبقى أنا عندي الميزانية أو قيمة المركز المالي لتخص السنة السابقة ببدأ أجي عليها معطيات اللي تخص السنة اللي أنا بحب أن أعمل تأديرات لها يبقى هنا أنت بتستخدم حكتين بستخدم معلومات حقيقية اللي هي عبارة عن قيمة المركز المالي السابق جي كل المعلومات اللي فيها حقيقية لأنها كل المعلومات اللي فيها تاريخية حدثت بالفعل بالإضافة إلى مجموعة من التنبؤات أو المعلومات التقديرية اللي احنا متنبئين أن هي سوف تحدث وزي ما قلنا أن المعلومات التقديرية هي ليست معلومات تقديرية هوجاء أو أنها غير مدروسة كل المعلومات التقديرية اللي بتنتج عن المحاسبة الإدارية هي معلومات مدروسة ممكن نهاية زيت تقل بس بقدر محدود تمام كده وطبعا كل ما بتكون مدة التأجيل بتاعتي يعني انا مثلا لو انا في سنة 2016 بتنبأ بميزانية 2018 غير ما يكون بتنبأ مثلا بميزانية 2025 بيبقى ميزانية 2018 اقصر دقة لانه كل ما بتقل الفترة احنا بنتنبأ بيها كل ما بتكون المعلومات اقصر دقة تعال نشوف كمالة التمرين ونبدأ نشوف حلو ازاي بيولي هنا فإذا علمت من المتوقع شراء اراضي 250 الف جنيه يبقى هنا الاراضي عندك هتتغير لان انا متوقع اشتري ب250 الف جنيه تعال هنا نشوف البنت الاراضي هنا كانت بتلتمية الف جنيه هنزود عليها ال250 الف جنيه الي انا هاشتري ها يبقى بфمسمائة وخمسين الف جنيه لكيمة الاراضي كيمة الاراضي في بدات التمرين كانت بتلتمية ألف. حاليا في هذه السنة هتبقى بإيه؟ بخمسمائة وخمسين ألف. فهتظهر عندك في قيمة المركز المالي الأراضي والمباني بخمسمائة وخمسين ألف جنيه. هي كانت ظهرة في القيمة السابقة بتلتمائة ألف جنيه. إيه اللي حصل عليها؟ حصل عليها إن أنا اشتريت. اشتريت تمام كده؟ اشتريت بمئتين وخمسين ألف جنيه. نيجي بعد كده الأصول السابتة. الأصول السابتة هو قالك ان هي من المتوقع شراء وصول سبتة احنا اتفعنا لما اشتري يبقى طبيعي الاصل اللي عندي هيزيد مدام هيزيد بقى احنا بنجمع بجمع ايه بجمع حاجتي بجمع الاصل القديم زائد التوقع الجديد قال لي انا من المتوقع ان انا اشتري اصول سبتة ب620 الف جنيه طب تعالوا نشوف ازاي هيعمله ادي اصول السبتة 4 مليون زائد 620 الف جنيه جديدة يبقى الاصول السبتة 4 مليون 620 الف جنيه تظهر في قيمة المركز المالي الحالية الاصول السابتة القابلة للهلاك 4 مليون 620 الف جنيه يبقى هنا الاصول القابلة للهلاك واتفقنا ان هو تطلع الاراضي لان الاراضي لا تستهلك الاصول السبتة 4 مليون 620 الف جنيه هيبدأ بعد كده يطرح مجمع الاهلاك وحنا قلنا ان مجمع الاهلاك هو ان انا بجمع اهلاك المجمع الاديم زائد الاهلاك العام. طب يعني ايه مجمع اديم? زي ما اخدنا فيه اساسيات المحاسبة المالية ان احنا عندنا طريقتين او تلت طرق لاحتساب الاهلاك يا ما يخصناشنا في المحاسبة الادارية. لان انا بديك المعلومة جهز. لكن المعلومة دي لازم ان تكون مبنية على الاساس اللي انت اه متعوده معانا من بداية المحاسبة المالية في الصف الاول والتاني. طب انا عندي تلت طرق للاهلاك اللي هي طريقة الاسط السابت والي هي طريقة الاسط المتناقص وطريقة عدد التأدير. ايا كان الطريقة اللي فيهم انه الاهلاك عندي كل سنة بيزيد. بيزيد باهلاك العام. بالاضافة الى مجمع الاهلاك السنوات السابقة. لحد ما يوصل ان الاصل يكون عندي بالنسبة لي استهلك تماما فيكون الاصل زيرو. قيمته زيرو. قيمته سفر. طيب. يبقى انا هنا القاعدة الاساسية عندي ان انا بجيب مجمع الاهلاك السنوات السابقة. وابدأ اجمع عليهم مجمع آآ الاهلاك العام الحالي. طيب. يبقى هنا مجمع الاهلاك. هو كان ظاهر معاك في بداية التمانين وتسانين الف جنيه. التنبؤ بتاعي بيقوللي ان هو دوقت السنة يgame بتمانين الف. يبقى تسانين الف زائد تمانين الف مية وسبعين الف جنيه. نيجي هنا مجمع الاهلاك مية وسبعين الف جنيه. طبعا المجمع الاهلاك بيتطرح من الاصول استبتع عشان يديني صافي قيمة الاصول استبتع الاربع مليون ستمائة وعشرين اطرح منهم مية وسبعين الف عطاني اربع مليون وربعمية وخمسين الف بنجمع اربع مليون وربعمية وخمسين الف زاد الخمسمائة وخمسين قيمة الاراضي يبقى مجموعة الاصول استبتع بتاعي كله خمسة مليون جنيه عشان كده احنا عملنا تلت خنات مبالغ او تلت عملة مبالغ هي مبلغ جزئي مبلغ جزء للطرح وبعد كده مبلغ اللي هو الكل اللي هو بيكون الاصول كلها على بعض بالصفة ايه بالصفة بتاعه تمام كده احنا كده خلصنا جزء الاصول السبت طب نبدأ بعد كده نتناول جزء الاصول المتدول هنا هو كان اعطيك معلومة قال لك تقدر النقضية بالخزينة والبنك باربعمية تمانية واربعين الف تلتمية انا قلتلك ان هنا ان انا غيرت يعني ليه غيرت انا هنا كانت النقضية بالنسبة لي ستين الف جنيه لا انا توقعاتي بتقول لي انها تبقى اربعمية تمانية واربعين الف تلتمية يبقى طبيعي هنحط هنا ان النقضية بالنسبة لي هتبقى اربعمية تمانية واربعين الف تلتمية في المقابل انها كانت في ميزانية السنة اللي فاتت او ميزانية السنة السابقة ستين الف جنيه يبقى احنا انا توقعتنا ان النقضية بالنسبة لي هتزيد طب هو التوقع ده بناء على ايه بناء على موازناتك التقطية اللي انت كنت عملتها احنا كنا عاملين موازنة اسمها موازنة التقطية النأدية الموازنة النأدية كانت بتوضح لي المعبضات الدخلة ومعبضات الخارجة والفائد وقمية المبالغ اللي بيكون معي يبقى كل ارقامك هناك كانت ارقام عبارة عن طلع من الموازنات التقطية اللي احنا استمرين عليها زي مثلا بضاعة اخر المدة بضاعة اخر المدة عن طريق الموازنة التقطية للمشتريات تمام كده يبقى نكمل هنا أعطاني معلومة تانية قال لي تقدر بضاعة آخر مدة بمئتين ألف جنيه بضاعة آخر مدة كانت هنا بكام كانت بمية ثمانية وعشرين أفل تلتمية أنا متوقعة أن في هذه السنة هتكون بمئتين ألف جنيه يبقى لما تحب تظهر في الميزانية الجديدة أو قائمة المركز المالي الجديدة بتاعتي تظهر بمئتين ألف جنيه نيجي بعد كده العملاء العملاء بالنسبة لي احنا اتفقنا أن العملاء هما المجينون هما الزمم المقصوب بالمجينون العملاء والزمم هما العملاء أو القصة المرتب بتاعتك اللي بتتعامل معاك بيغضوا مبيعات بس واخدينها بشكل آجل ليك عندهم فلوس يبقى العملاء ليها تلات أسماء عملاء مجينون زمم طب هو أنا لازم أن أعرف التلات أسماء طبيعي لازم أن تعرف التلات أسماء انت كده كده أورجي عارفهم معنا من الصف الأول احنا كده كده يعني وإحنا بندرس لك القوائم المالية والميزانية الميزانية بنبدأ نجيك أسماء التلات التلات مصطلحات ليه تلات مصطلحات لازم أن أعرفهم لأن أنا ممكن في الامتحان أجاب لك أي مصطلح منه يبقى أنت عارف أن أنا أقصد بالعملاء هما هما المجينون هما هما الزمم بالنسبة لي تمام كده هنا العملاء بالنسبة لي 200 ألف جنيه نيجي بعد كده هو بدأ يجمع مجموعة الأصول المتدولة مجموعة الأصول المتدولة عبارة عن 3 بنود بند النقدية بـ 448 ألف و300 زائد بند البضاعة لأخر مدة 300 ألف زائد العملاء مليون و40 ألف يبقى مجموعهم كلهم مليون 688 ألف و300 هنجمعهم على الخمسة مليون بتاع الأصول السبتة يبقى المجموع أصولك السبتة مع أصولك المتدولة 6 مليون 688 ألف و300 تمام كده نيجي بعد كده نبدأ ندخل على الجزء التاني اللي هو جزء الخصوم وحقوق الملكية هو هنا لم يستط... لا ما ذكرش أي حاجة بخصوص رأس المال ما دم ما ذكر لكش أي معلومة تخص رأس المال يبقى رأس المال عندك هينزل زي ما هو طيب أنا بضور على أي معلومة تخص رأس المال ما جبهاش يبقى أنت هنا رأس المال بتاعك نزل زي ما هو 4 مليون 900 ألف نيجي بعد احتاطيات المخصصات بتاعتي احتاطيات المخصصات لم يتم المساز بها يبقى مدام ما جبش سريتها ومدام ما ذكرهاش في المعلومات الجردية بص أذي إذا علمت أنه ما ذكرش أي حاجة تخص الاحتاطيات المخصصات يبقى بالنسبة لي هنزلها زي ما هي أذي احتاطيات المخصصاتك بـ 200 ألف إجمال نيجي بعد كده في بند الأرباح الصفية بند الأرباح الصفية هو هنا في التمرين قالك أن أنا عندي حاجة اسمها أرباح محتجزة أرباح إيه؟ محتجزة يعني أرباح محتجزة أرباحك المحتجزة معناه أن الشركة بتيجي كل فترة أو كل سنة ما بتوزعش كل الأرباح بتاعتها بتخلي جزء يعني الأرباح المحتجزة دي بينا من اسمها جدا أن هي جزء من الربح محتجز ليه جزء من الربح محتجزة؟ بتبدأ الشركة كل سنة تبدأ صافي الربح صافي الربح بيتم المفروض توزيعها على المساهمين اللي عندي هي بتبدأ توزع جزء من هذا الصافي وتبدأ تحجز جزء منه ليه؟ قال لي احتاطيات من ضمن بند الحيطة والحزر من ضمن مبادئ المحاسبية بتاعتنا اللي هو لو فيه احتمال أي مشاكل تحصل أي حاجة فأنا بقى محاجزة عندي جزء من الأرباح المحتجزة بتاعت دي طب الأرباح المحتجزة يبقى أنا موجودة عندي يبقى أنا في عندي جزء وهو هنا كمان محقاها صافي الربح يبقى أنا بجمع الأرباح المحتجزة زائد صافي الربح اللي عندك وهو هنا في هذا التأمينج يبقوا لك جاهز لأنه قال لي صافي الربح بعد خصم الإهلاك يبقى أنت هنا في العملية هنا انت مش محتاج تطرح الاهلاك زي التمرين السابق التمرين السابق انا جايبالك كنت جايبالك صافي الربح بس ما ذكرتلكش او قلتلك الربح العين ما ذكرتلكش معلومة انه صافي الربح او صافي الربح بعض خصم الاهلاك مدام ما ذكرتش المعلومة يبقى انت ساعتها بتتضرد تطرح الاهلاك انا هنا ذكرت المعلومة قلتلك ده صافي الربح بعض خصم الاهلاك يبقى انا هنا ارباح صافية حاج ما حاجتي ارباح المحتجزة لان انا قرجي عندي ارباح كانت حاجزاها بالاضافة الى صاف الربح العام الذي تم تحقيقه هذا العام طيب هل هنا نشوف صاف الربح يبقى يقدر هنا صاف الربح بعد الخصم اللي لك ب450 الف جينا هنا جمعنا الارباح ايه 336 الف كانت ارباح المحتجزة زاد 450 الف ده صاف الربح بتاعي يبقى الارباح الصافي عندي 486 الف جنيه بتظهر عندك في قيمة المركز المالي اهي 486 الف جنيه نيجي بعد كده بند الدائنون او بند اوراء الدفع بند الدائنون هنا قالك تقدر المشتريات المتوقعة 600 الف جنيه والمتوقع سداده خلال العام 150 الف جنيه كمان كانت اعطيني معلومة عن المبيعات معلومة المبيعات لاحظ هنا بقى حاجة طب ايه خصني ايه خصني انا في كمه المبيعات والمشتريات ومفيش قيمة مركز مالي فيها كلمة مبيعات او كلمة مشتريات لأ مفيش بس ده معناه ان انا مش جايبالك رصيد العملة ورصيد الدائنون جاهز مطلوب من حضرتك تبدأ تجيبه طب هبدأ اجيبه ازاي بناء على المعلومات اللي انا هتطالق لما انا بذكر كلمة المبيعات كلمة المبيعات هنا تخص العملة طيب طب كلمة المشتريات تخص الدائنين لان انا هشتري فابدأ طيب انا هنعمل عملية حسابية هنا همسك رصيد العملة الاجيم بنجمع عليه كلمة المبيعات المتوقعة واطرح منه ما تم سداده من خلاله طيب ايضا بنيجي عشان نحسب الدائنون نعمل نفس العملية بس هكون على الدائنون فهياخد رقم المشتريات هجمعه على رقم رصيد الدائنون الاجيم بنترح منه ما متوقع ان يتم سداده طب تعال معايا وشوف اللي بيحصل انا هنا اجي العملة الاجيمة العملة الاجيمة كانت كم انا ليه عند العملة 40 الف جنيه انا هنا متوقعة ان انا ابيه بمليون وسبعمائة الف ومتوقع ان انا حصل منهم سبعمائة الف يبقى العملة بتاوتي الجدوات او رصيد العملة الجديد بتاعي هيكون 40 الف جنيه زاد مليون وسبعمائة بنطرح منهم السبعمائة الف جنيه يبقى يطلع معايا مليون واربعين الف جنيه ده رصيد العملة الجديد اللي هيظر معايا في الميزانية العمومية بتاعتي او قيمة المركز المالي طب بنفس الطريقة بنبدأ نحل الدائنون حقيب رصيد الدائنون القديم بنجمع عليه قيمة المشترات المتوقع ان انا اشتريتها بنبدأ نطرح منه ما متوقع ان يتم سداده تعالا هنا نشوف برضو في التمرين انا هنا كنت الدائنون اللي يوم عندي 602.300 انا متوقع ان انا اشتري ب600.000 ومتوقع ان انا سدد لهم 150.000 يبقى في تمهيد الحل بتاعي هجمع رصيد الدائنون اللي كان 602.300 زايد 600.000 ناقص 150.000 يطلع معايا مليون مليون 52.300 نيجي هنا يبقى بنحط المليون 52.300 نبدأ نجمع احتياطي مع ارباح صفية مع دائنون يبقى مجموع مليون 738.300 طيب انا في الميزانية الصابقة او قايمة الملكز الصابقة ما كانش عندي لا ارصيدة مدينة ولا ارصيدة دائنة لكن هو اعطاني من ضمن المعلومات الجردية بتاعتي تقدر المصروفات المستحقة. مثل احنا ما خدنا في اساسيات المحاسبة او قلتلك انت محتاج الاساس بتاعك في المحاسبة المالية. المحاسبة الادارية بتبني كل توقعاتها على المحاسبة المالية الخاصة بتاعتي. طب احنا كنا عارفين ان احنا عندنا عرصيدة مدينة ورصيدة دائنة بندرسها من الصف التاني استجاري في المحادث المحاسبة المالية بتاعتك. واحنا بنقول ان الموجود في العرصيدة المدينة لاما مصروف مقدم او اراد مستحق. العكس في العرصيدة الدائنة اللي هو مصروف مستحق اراد مقدم. انا هنا اعطتك معلومة قلتلك فيه مصروفات مستحقة ظهرت. يبقى مدام مصروفات مستحقة هتظهر في جانب ايه عندك? هتظهر عندي في جانب الخصوم. يبقى هنا انا اعطتك معلومة تقدر المصروفات المستحقة خمسين الف جنيه. ادي المصروفات المستحقة بالخمسين الف جنيه. يبقى هنا هنجمع رأس المال اللي هو اربعم مليون تسعمائة الف زائد المليون سبعمائة تمام وتلاتين الف وتلاتمية. زائد الخمسين الف. يبقى بنجمع التلب بنوب دعتي يبقى ستة مليون ستمائة تمام وتمانية الف وتلاتمية. طول ما ظهر معاك ان جانب الخصوم بيساوي جانب الاصول انت كده ميزانيتك مزبوطة او قيمة المركز المالي بتاعتك ارقامها مزبوطة. يبقى تاني بنعيده نقول ان احنا انا بعتمد في قيمة المركز المالي على ارقام حقيقية. لازم يديني من ضمن معطلات التمرين قيمة المركز المالي الصبقة. طيب وبعد ما يديني قيمة المركز المالي الصبقة بيبدأ يديني التوقعات التي تم توقع. طيب تمت توقعات التوقعات دي بنائنا على اساس ايه التوقعات دي كلها كانت تمت بنائنا على الموازنات التخططية اللي احنا عملناها موازنة تخططية المشتريات موازنة تخططية المصرفات موازنة تخططية نائدية طيب بعد كده بتبدأ حضرتك تبدأ تعيد حساباتك من الاول وجديد تبدأ تشوف البنود اللي تم التعديل او التغيير عليها وتبدأ تحطها فيه بنود ما عندناش عليها وفيه بنود ما جناش جنبية بتبدأ تنزل زي ما هي في مكانها بنبدأ نغير المجامية لأن المجامية بالنسبة لي هي اللي تتغير على أساس أن فيه بعض البنود بتتغير بالنسبة لي طول ما ميزانيتك أو قائمة المركز المالي بتاعتك الميزانية مرتفع قائمة المركز المالي طول ما الميزانية وقائمة المركز المالي للأصول يساوي الخصوم أنت كده تمرينك عارف أن أنت طالح حالي وحالي الحل صحيح انا عايزك تبدأ تاني تمسك التمرين اللي احنا حلناه مع بعض ونبدأ بعد كده نبدأ نقلص مع بعض التمرين بتاعنا ونبدأ نحله مرة اخرى طيب بعد كده زي ما متعودين هنبدأ اديك التمرين غير محلول تبدأ تحله وتبدأ تبعثلي الاجابات بتاعتك معي طيب نجي التمرين للحل اصورك استبتع بـ 200 ألف جنيه اراضي الاصور القابلة للإهلاك 4 مليون جنيه مجمع الإهلاك 90 ألف جنيه بـ 3 مليون 910 ألف مجموع الاصور القابلة السابتة متدولة 4 مليون 110 ألف الاصور المتدولة نأدية بالخزينة بـ 80 ألف بضعة اخر المدة 128 ألف و 300 لعملة 50 ألف مجموع للاصور وبعد كده اعطاك مجموع الخصوم طلبت وطالبات التعليم التجاري الصف الخامس انا دائما بسعب بيكم وبلقائكم واتمنى ان شاء الله اشوفكم في حلقات قادمة في شرح جديد مع او درس جديد وهيكون الطاقة الانترية ان شاء الله مشيئتي الله مستنية كل تعليقاتكم ومستنية الحلول اللي انتو هتبعتوها لي عشان ابدأ ارجعها معكم اول باول مع الفلقاء مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة